أقام بتريارك القدس الأورثوذكسي ثيوفيلوس إيل قديساً في كنيسة القيامة بالقدس كأولى مرسم احتفالات عيد الفصح المسيحية البتريارك قام بغسل أرجل رجال دين آخرين لاستذكار تقليد ليسوع حين خسل أقدام تلاميذه خلال العشاء الأخيرة قداس آخر أقيم في كنيسة الفاتيكان أكد خلاله الباب فرنسيس على ضرورة الاحتفال بعيد الفصح بكثير من البهجة الحقيقة والرحمة والفرح الثلاثة معاً أبداً لم تكن حقيقة الإنجيل مجردة إذا لم تطبق هذه القيم بشكل كامل في الحياة اليومية للأشخاص ويحتفل المسيحيون في مختلف أنحاء العالم بموت يسوع وقيامته احتفالات هذا العام يميزها اتفاق الكاثوليك والبروتستان فضلاً عن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية على الاحتفال بعيد الفصح في اليوم نفسها